يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أنه يشترى التساوي أو التساوي في كيل التمر بالنسبة لأنواع التمر وأفضلها ما معنى ذلك التمر يا لا يباع التمر بتمر إلا بالتساوي ولو كان بعضهما أجود من بعض وهذا حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عيث جاءه بلال بتمر جيد جاءه بتمر جيد من النوع الجيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة يعني من التمر الردي قال أوه عين الربا بيع الجمع الردي بيعه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جيدا فإذا كان عندك تمر الردي وتريد تمر جيد بيع التمر الردي بدراهم ثم إذا قبضت الدراهم اشتر بها الجيد الذي تريده أما تمر بتمر مع الزيادة هذا لا يجوز نعم